كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي كتاب فيه حق وباطل فيه أشياء مفيدة مباحث مفيدة وفيه أشياء من اصطلاحات الصوفية ورموزهم فيها خلط كثير فهو كتاب مخلوق لا يصلح أن يطلع عليه إلا طالب علم تمكن يميز بين الحق والباطل فيأخذ من فوائده ويتجنب ما فيه من المحاذير وقد صنف الإمام بن الجوزي كتابا سماه منهاج القاصدين يريد به الرد على كتاب الإحياء الغزالي ويريد به أن يكون عوضا عنه أهل السنة يطرعون منهاج القاصدين ويستانون به عن الإحياء منهاج القاصدين ويوجد له الآن مختصر مختصر من هاج القاصدين للإذن القدامة وهذا لم يوجد لأيدي طلبة العلم الآن لأيدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر